حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة لمواكبة الأحداث الأخيرة في الساحة العراقية خيام الاعتصام التي وصلت لمبنى مجلس القضاة بدون سابق انذار سرعان ما فجرت أزمة عقدة المشهد أكثر مما هو عليه مسبق المؤسسة التي أعلنتها بصريحة العبارة إنها لا تمتلك الحق في حل مجلس النواب لم يرق الأمر لمن يحاول زج القضاء في دائرة الصراعات وإقحامه في الجدل الحاصل جملة تبعات صدرت عقب خطوة الاقتحام سنخوض في تفاصيلها بالتأكيد خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأكان في الأستوديو الأستاذ قاسم الغراوي الكاتب والمحلل السياسي كذلك من ساحات الاعتصام ينضمننا الأستاذ صباح العقيل الباحث في الشأن السياسي حياكم الله أستاذ قاسم ندخل بتفاصيل التغطية بعد فاصل قصير نعوده نرحب بكم مرة ثانية ونبتدي وياك أستاذ قاسم المشهد بتعقيد من بعد الانتخابات من انتخابات الشهر العاشر السنة المضت إلى اليوم خطوات متسارعة تعطيل للسلطة التنفيذية اليوم تعطيل لسلطة القضاء ومثل ما نعرف أن القضاء هو المرجع الأخير والمصد الأخير لضمان حقوق الشعب والحفاظ على الدولة هذه الخطوة اليوم برأيكم شنو تمثل اقتحام مجلس القضاء الأعلى وتعطيل القضاء في أغلب محافظات البلاد تقريبا نعم تحية لك والمتابعين قناتكم الكرام ونحيفك الأستاذ صباح الإقالي المحترم الحقيقة هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد ما طرح سيد مخطط الصدر مسألة المناظرة بينه وبين التيار الصدر وبين الكتل السياسية من الخطة الأول بحضور الأمم المتحدة ولكن طبعا لم يجد آذان صاغية ولهذا صرح الوزير بأن هناك خطوة تصعيدية في هذا المجال واتساع رقعة التظاهرات في المنطقة الخضراء في أماكن أخرى اليوم الحقيقة يعني شفنا تابعنا من خلال وسائل الإعلام من خلال الصحف ومن خلال نوعنا تسعة التظاهرات هناك يتجمع أمام باب القضاء مجلس القضاء الأعلى وهذه السابقة خطيرة الحقيقة يلتج لها الكهر الصدري طبعا نحن هنا لن نقول أن المظاهرات غير مكفولة دستورية الممنوعة وكذلك كلها هو دستور يقف مع المتظاهر ولكن ضمن ضوابط ضمن انتزامات ضمن قيم واحترامات للمؤسسات الدولة حياءات الدولة السلطات الدولة يعني بالأمس عطل السلطة التشريعية والرقابية واليوم يعطل أعلى سلطة في البلد هي السلطة القضائية وأعتقد سلطة القضائية هي السد القوي المنيع الذي نقف جميعا عنده دون التجاوز عليها وبالتالي هناك خلافات وانشقاقات هناك خلافات سياسية غالبا ما تلتج الكتل السياسية من رئاسة الجمهورية أستاذ قاسم هذا رد فعل منطقي من الجمهور نحن مثل ما نعرف أن الحوارات السياسية ما توصلت إلى نتيجة حقيقية ترضي جميع الأطراف لكن بالمقابل أنه أنا من الطبيعي أنه إذا ما صار حل بالمشهد السياسي أقتحم القضاء؟ طبعا يعني الحقيقة هي الطروحات موجودة لحل الإشكالية وهذا التوتر واللزمة السياسية ولكن المشكلة تعنت التيار الصدري وبقاء على موقفه بحل البرلمان نعم لو أنتذكر حضرتك انتفاض التشرين لما امتدت فترة طويلة وبعدين فرضوا شروطهم أعتقد كل ما طلبوه كان تحت قبة البرلمان إذن السقف اللي يمكن تحته يتم حل المشاكل هو سقف البرلمان كيف يمكن أن نحل البرلمان من خارج المنظومة السياسية طيب هناك حوار وطني تحت فضاء وطني جميع الكتل السياسية وقات الكتل السياسية حضرت إلا التيار الصدري لم يحضر مفترض أن يحضر ويطرح رؤيته لمبدأ الإصلاح وماذا تريد من بالتالي القضاء أستاذ قاسم اليوم مطرف لا مطرف نعم خلينا أنتقل بالسؤال لأستاذ صباح أياكم الله مرة ثانية أستاذ صباح العقادي ما أعرف ذا صوت واضح جنابك أياكم الله سيد الكريم يا مرحبا بك أستاذ صباح القضاء القضاء دائما وقف على الحياد بكل المشاكل نعم نعم أسمعك حاليا نعم اللي صارت بعد الانتخابات إلى اليوم بالتالي ليش بعض الأطراف تعتبر القضاء طرف وإيقاف سلطة القضاء من خلال هذه التفاصيل ومن خلال التظاهرات ونسب الخيم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدي ولي ضيفك الكريم ولي قناة ومشاهدي الأيام يعني بطبيعة الحال يعني هذا المطالب التي قد تكون غير مشروعة وغير دستورية وتحميل القضاء مسؤولية هذا النزاع السياسي وهذا النزاع السياسي وبالتالي يعني ما ممكن تحميل القضاء فوق طاقة وفوق مساحة صلاحيتها يعني الدستور العراقي هو حدد قضية حل البرلمان في المادة 64 لكن أعتقد بأنه عجز الكتل الأخرى من فرض إرادتها وكذلك هو يعني خسارتها وفشلها في تشكيل الحكومة الآن تراهن على حل البرلمان وبالتالي حل البرلمان لا بد أن يكون هناك اتفاق سياسي ما بين الكتل السياسية أما أن يكون بالتالي هذا المشهد استعصباح هو يعني الفسرة ممكن بلي أذرع أو شون الفسرة يعادة الانتخابات من جديد هذا الأمر يعني يعني قطعا يعني هذه قد يكون بأنه كسر الإرادات يعني بعد أن فشل ومن الجانب السياسي في أرباق الإطار أو تفكيك الإطار الآن جاءوا بقضية جديدة بالضغط على القضاء بحل البرلمان هو وضح القضاء بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان إذا كان هناك حل البرلمان فقط لا بد أن يكون هناك اتفاق سياسي ما بين الكتل وهذا ما حدث في 2021 اتفقت الكتل السياسية على حل البرلمان والذهاب في تشرين الأول إلى انتخابات وهذا ما حدث الآن لماذا الضغط على القضاء يعني أعتقد هذا هو دليل بأنه هناك استهداف للقضاء اسقاط للقضاء الآن يعني ما الذي لدينا بالدولة العراقية حكومة تصريف أعمال يعني وهذا يعني ليس لدينا حكومة لدينا برلمان برلمان معطل كسلطة الشرعية استهداف صباح ما هي الحوارات مرفوضة من قبل الطرف الآخر حصول الدولة العراقية عفوا اللي هو ممكن أن يلتج أطراف الحوار العملية السياسية للبرلمان حتى تطبيق الدستور نعم رفض الحوار رفض الحوار من قبل الطرف الآخر والاتجاه إلى خطوات تصعيدية نعم هذا يعتبر حل المشهد أم أنه عالدة أزم المشهد أكثر يعني هذا قطعا هو تأزيم المشهد وهو يعني هذه الخطوات اللي اتباحها هو دليل بأنه جانب التصعيد وجانب التصعيد دليل بأنه رفض الحوار مع بعض الفقه السياسيين وبالتالي الآن يعني الحل الأنسب والمناسب للعملية السياسية هو الذهاب للحوار وطرح ما يمكن طرحها من الممكنات في تطبيقه ضمن العملية السياسية نعم يعني مثلا طرف الآخر إذا أريد أن ينصلح العملية السياسية من أين ينصلح العملية السياسية أنا أعتقد بأنه من خلال اتفاق الكتل السياسية وبعد ذلك تفعيل السلطة التشريعية في إقرار القوانين التي ممكن أن تصلح مثلا مثلا تعديل الدستور بنود الدستور أعتقد هناك الهجنة لمناقشات بنود الدستور وتعديلها وأن يكون هناك جدر من تعديل بنود الدستور أما قضية تعطيل العملية السياسية تعطيل تشكيل الحكومة كل مشكلة لها حل في إطار القانون وإطار الدستور أنتقل بالسؤال لأستاذ قاسم اليوم الإدانات لهذا التصرف ما اقتصرت فقط على الداخل العراقي اليوم يونامي أصدروا بيان خاص بهذه الأحداث ويعترضوا بالتالي لما الأمم المتحدة تعترض على هذه التصرفات وغيرها من الأطراف حتى أطراف الأطراف الداخلية الإطار التنسيقي غيرها من الشخصيات والتشكيلات اليوم جدت خطر هذا الموضوع نعم أكيد هناك انعكاسات سلبية الحقيقة على الواقع الاجتماعي أولا العراقي وثانيا على الواقع العالم باعتبار العراق هو مصدر للطاقة وأموما المجتمع الدولي الحقيقة يؤيد أن يكون العراق مستقرا لأكثر من سبب الحقيقة باعتبارها موقعها وامتلاكها للطاقة وبالتالي يعني ملتقى الدول وجميع الرئاسات رئاسة الجمهورية أصدرت بيان رئاسة البررمان أصدرت بيان رئاسة الكتلة السياسية أصدروا بيان وكلهم أدانوا أستاذ قاسم هذه البيانات متأخرة اليوم من رئاسة الجمهورية رئاسة مجلس النواب يعني ما شفنا لهم موقف واضح وصريح خلال الفترة المضت إلا بعد ما صار اليوم التصعيد يلا صدرت البيانات طبعا الكل تدعو للتهدئة طبعا بس هو ما فائدة من تدعو للتهدئة بدون حلول إحنا المفروض نبحث عن مخرجات لهذه المشكلة المعقدة ولهذا الاهتزال السياسي والأزمة السياسية التي استملت تسعة أشهر من بعد انتخابات ولا حد الآن إذن الأشياء التي انطرحتها والحلول المطروحة في حوار وطني لم يقبل السيد مقتد صدر السيد مقتد صدر لن يقبل بتشكيل حكومة الموقتة من قبل الإطار التنسيقي السيد مقتد صدر يريد حل البرلمان من خلال قضاء السيد مقتد صدر يريد انتخابات مبكرة السيد مقتد صدر لن يحضر الحوار الوطني إذن كل الأمور المفروضة من خارج المنظومة السياسية الفترة الليموضة نشوف زعيم التيار الصدري أو حتى من يمثله في مواقع التواصل الاجتماعي يدعو دائما إلى الاستجابة للقضاء والاحتكام للقضاء لما صرح القضاء أنه إحنا مو من صلاحيتنا بإصدار مثل هذه الأوامر وحل مجلس النواضة اختلفت المواقف سيد مقتد الصدر أثناء إلى نتاج انتخابات قال لم أشهد انتخابات نزيه وقضاء نزيه مثل ما شاهدته في هذه الانتخابات إذن لماذا تتغير نظر على القضاء؟ لماذا حينما يصدر حكم على سمثال إصال حزب معينه وشخصية معينه وقضاء ناجح وإذا صدر باتجاه حكم ليس بالصالحة يكون القضاء مسيس نجيب مثال إطار التنسيقي يحتاج الحقيقة على النتائج وشك فيها وقدم الأدلة ولكن القضاء قال كلمته ولم يصدر قرار لصالح إطار التنسيقي الإطار التنسيقي رغم كونه متحفظ ولكنه احترم قرار القضاء باعتباره خلص قرارات القضاء ملزمة لكافة الكتل السياسية والشخصيات والرئاسات وما إلى ذلك حتى رئاسة الجمهورية لما يصدر توضيح لمجز القضاء الأعلى حول مادة دستورية تخص رئاسة الجمهورية انتظر ما قرر ما طرح القضاء في هذا الموضوع واحترم يعني إرادة القضاء باعتبار سلطة سلطة عالية لا يمكن تجاوزها في هذا الوضع أكبر سلطة موجودة دير البلد في أذكركم حضرتك متابع في مصر على سمتال هنا وصار القضاء استلم الحقيقة السلطة في مصر وعدل انتخابات بعد القلابات وعدل انتخابات مبكرة وتم اختيار رئيس الجمهورية وسلم السلطة لرئاسة الجمهورية القضاء هكذا هو السد المنية السلطة القوية التي يجب احترامها باعتبارها هي التي تحل النزاعات السياسية ممكن هذه الخطوة السريعة أو التصعيد يحاول الآن التيار الصدري تدارك من خلال بيان أنتقل بيه الأستاذ الصباح الأقلي اليوم أصدر بيان حساب يعني مثل ما نعرف المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحساب اللي يحمل عنوانه واسم وزير القائد يقول لكن سماحته وهذا جزء من البيان أستاذ الصباح لكن سماحته ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقا يعني هذه المحاولة معالجة الموقف بالنواني ما مشرف على هذه التظاهرات وما مشرف على هذا التدخل والانتقال إلى مجلس القضاء الأعلى برأيك يعالج الموقف ويعالج الأحداث التي تصير حالياً في مجلس القضاء الأعلى؟ يعني أعتقد هناك كيف بمكيالين يعني القضية واضحة جداً بأنه التيار الصدري وفي بيان السلطة القضائية بعد اجتماعها بيانت بأنه التيار الصدري هو يتحمل مسؤولية هذا الاعتصال ومحاصرة السلطة القضائية وقبلها السلطة التشريعية فإذن أعتقد هذه القضية بأنه حاول التنصل من تحمل مسؤولية هؤلاء المعتصمين ويصفهم بأنه أبناء شعب العراقي شعب العراقي يحترمون الدستور يحترمون قانون الدولة العراقية ومن يمتلك أي ذرة من الوطنية حاقة أن يحترم السلطة التشريعية والسلطة القضائية لكن المؤسف يعني هذه القرارات وهذه المطالب يعني كأنه تريد أن تعيدنا إلى زمن الدكتاتورية عندما كان السلطة القضائية هي طاعة بيد السلطان أو رئيس الدولة هناك وهو يسيرها باتجاه مغانمة وسيطرته وكذلك مصادرة حريات من يخالفه في الرأي الآن هذا الزمن وله وعليم أن يعلموا بأننا الآن نحن دولة مقاطية ولدينا دستور ولدينا قوانين هي تحفظ كرامة أبناء شعب العراقي وكذلك تحفظ مكانة السلطات الثلاثة كتشريعية وكتنفيذية وكقضائية وبالتالي ما ممكن حقيقة أن يسمح لأي أحد أن يتجاوز هذه الأطور وأن يحافظ وأعتقد المادة 19 من الدستور العراقي هي وضعت مكانة السلطة القضائية وبأن هذه السلطة القضائية هي لا يحكمها شيء إلا القانون وبالتالي تمتاز بالصفة المعنوية للدولة العراقية وما ممكن حقيقة ضغط عليها أو أن تكون تابعا لأي جهة وهذا ما صرح به المحكمة الاتحادية قالت نحن على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين إذن لماذا هذه المحاولات ليجر السلطة القضائية وأن تكون طرفا في النزاعات السياسية أستاذ صباح مثل ما نعرف أنه مبنى مجلس القضاء هو مبنى محصن طالما كان نعبى في الحفاظ على العملية الدموقاتية الدخول لمبنى مجلس القضاء ذكرنا بالدخول لمجلس النواب في المنطقة الخضراء هناك تسارع بلا أحداث وأن المتظاهرين يعني الصبح مثلا أو بعد الظهر تحركوا باتجاه مجلس القضاء بوقت الغداء مثل ما نقول صبوا غداء بباب المجلس شنو هذا التسارع؟ شنو تصير؟ يعني القوات الأمنية المسؤولة عن الحفاظ على هذه المواقع وينها عن هذه الأطراف وهذه الجهات وهذه التظاهرات؟ نعم يعني قطعا نحن قلناها في وسائل الإعلام سابقا نعم بأن الحكومة السيد الكاظم هي المتوارطة في التواطئ باقتحام السلطة الشيئية والآن سلطة القضايا وأردما يسأل من المستفيد من هذه الأعداد؟ أعتقد هي التطيل آمل وعمر حكومة السيد الكاظمي وإلا لماذا القادة الأمنيين يتنصلون عن حماية السلطة التشريعية؟ وكذلك السلطة القضائية؟ وبالتالي الآن هم أمام المسائل القانونية والقضائية وأعتقد بيان يعني السلطة القضائية بيان بأن الحكومة تتحمل مسؤولية وكذلك حتى الجهة التي تتبنى جانب الاعتصام واقتحام السلطة التشريعية والقضائية هو تحمل مسؤولية أمام القبائل العراقي فبالتالي هذا الأمر أعتقد هو التجاوز على السلطة القضائية بل لم تعدى ذلك من خلال تهديد السلطة القضائية وهذا لم يعد في كل ديمقراطيات العالم بأن السلطة القضائية يتم تهديدها إما أن تنساقي لما نريد ولي أهدافنا أو تكون عرضا للتصفية التجاوز نعم أستاذ صباح انتقل لي أستاذ قاسل الرئيس الحكومة سيد مصطفى الكاظمي عنده زيارة رجل وقطع زيارته ورجع وقبل أيام سوى حوار وطني دعا كل الأطراف طبعا التيار الصدري رفض أن يشارك بهذا الحوار الوطني رئيس مجلس القضاء لعلى شارك بهذا الحوار بالإضافة إلى قيادات البلد شون تشوف دور الحكومة ورئيس الحكومة بهذه المواقف الحقيقة في الحوار السلطات الثلاثة شاركت القضاء ورئيس الجمهورية والتشريعية والتنفيذية والمحاولة الوصولة إلى حلول وإيجاد نهايات مفتوحة لهذه الأزمة التي استمرت هذه الفترة الحقيقة الحكومة أعتقد تتحمل مسؤولية كافية وحتى مجلس القضاء الأعلى اليوم في البيان مالتي قال الحكومة تتحمل المسؤولية والمسؤولين عن تظاهرات تتحمل المسؤولية والأمن أيضا المفروض الأمن يعني يحمي المسؤولية القضاء الأعلى باعتبار أعلى سلطة في البلد هناك تلك الواضحة مصر السيد الصدر أن اعتبار هذه التظاهرات تظاهرات عفوية حتى اليوم بالبيان يقول لك تظاهرات عفوية ثورة شعبية يعني اللي يصير هذا نقدر نقوله عفوي؟ لا مو أبدا أبدا يعني هو الحقيقة باتغريداته كان واضع جدا تظاهرات صدرية بالبداية قال هي عفوية بعدين انطاع عنوان تهارات صدرية ومن يلتحق بها من الشعب العراقي والحقيقة من خلال التغريد اللي تابعناه مثل متفضل الأستاذ العقالي الحقيقة وزير القائد قال هو قبل يومين يعني غير مسؤول عن التظاهرات وتنصل عن ما سيطرح بالقضاء من عقوبات على سبيل الثاني ما هو رئيس اللجنة طبعا صدر مشكل اللجنة التظاهرات أي هو طبعا سلطة يعني مسؤولة تنسيقية للتظاهرات ونوه قال سوف يتم من المحتمل أن يحل اللجنة التنسيقية للتظاهرات وستكون المظاهرات يعني كان ما يتركها عفوية شعبية بدون التيار الصدري طبعا حتى أصدر يعني الحقيقة مجلس قضاء الأعلى ثلاث مذكرات قبض بحق صباح الساعدي وغايب العميري ومحمد الساعدي دولة الحقيقة في تغريداتهم تحريض واضح ضد القضاء لذا حسب ما نزل الوثيقة أو القرار من محكمة من القضاء وقالون العقوبات رقم التعش مبرر يعني اليوم شخص عنده مخالفة قضائية توجه للقضاء يعني ما من المعقول أنه أنا إذا مذكرة صدرت بحقي أنا أقتحم مجلس النواب والمشكلة لي أن حرضوا على جماهير لاقتحام مجلس النواب يعتبرون دعوة للعوف ضد مجلس قضاء الأعلى هو طبعا ممكن أن يتعاقبون وفق المادة 111 لسنة 69 مادة 197 و198 وهذا طبعا تحريض التغريدات موجودة الحقيقة كذلك ستطال شخصيات أخرى في التيار الصدري وحتى طبعا سراي السلام حسب متابعتنا الإعلام الحقيقة السيد الفياض أصدر يعني بعقوبات لهذه الكتابة وسراي السلام باحتبارها ضمن تشكيلات الحجد الشعبي والحجد الشعبي بعيدا عن تدخل في السياسة واجباتها واضحة أمنية وحماية الحدود وبالتالي محاربتها لداعش أعتقد الأمور باتجاه أصدار قرارات كبيرة في المرحلة القادمة قبل مجلس القضاء الأعلى الحكومة تحمل مسؤولية كاملة في هذا الاتجاه المفترض تحمي السلطات كافة السلطات التشكيلية والقضائية هذا هو دور الحمد في الجهات الحكومية واليوم أستاذ صباح الإطار التنسيقي أصدر بيان حمل الحكومة المسؤولية الكاملة لتبعات الأحداث التي تتصاعد بشكل سريع جدا من مجلس النواب إلى مجلس القضاء الأعلى باتشر ما نعرف شن اللي راح يصير بعد هذا التعطيل شلون قرأت أستاذ صباح بيان الإطار التنسيقي يعني البيان الإطار الحقيقة هو كان يبين حرصة على سيادة الدولة العراقية على الوطر الدستورية وبالتالي ما ممكن استغلال الشارع من أجل الضغط لأجل حصول على مكاسب وبالتالي أعتقد هذا الموقف هو دليل بينه وحرصة على الدولة العراقية وأعتقد هذه الخطوة هو يوصى رسالة للطرف الآخر عندما قطعها أن يكون أي رسائل فيما بين الأطراف أو أي حوار ما لم يتم سعب هؤلاء المعتصمين من السلطة القضايا وحتى السلطة التشريعية وبالتالي لا بد من الاحتكام إلى الحوار إلى الحوار الجاد، الحوار الواقعي، الحوار الذي ممكن أن يأخذنا خارج دائرة الأزمة ويخزنا من الانسداد السياسي أعتقد هذا الخطاب عقلاني حريص على الدولة العراقية ويؤكد على احترام السلطات الثلاثة على سلطة القضايا وبأن السلطة القضايا ليست طافاً في الأزمة السياسية وبالتالي علينا أن تكون هي بمعزل عن كل هذه الأزمات البيان أستاذ صباح وجه الدعوة أيضاً للأمم المتحدة بضرورة التدخل الحفاظ على الأطراف الدستورية نعم يعني أعتقد هذه الدعوة هو المجتمع الدولي يعني يساند الإطار وكذلك يعني يساند يعني العراق دولي وأعتقد الآن يعني المجتمع الدولي من خلال ممثلة الأمم المتحدة بلاس خارط بينت في بيان واضح هو الإدانة لهذه الممارسات الغير ديمقاطية وكذلك حتى يعني تصريح من قبل الولايات المتحدة الأمميكية التي وصفت هذا التجاوز هو بالخروج عن القانون الدولة العراقية وهذا حقيقة دليل بأن المجتمع الدولي الآن هو يرفض مثل هكذا ممارسات غير ديمقاطية وهو يدعو دائماً إلى الحوار من أجل إيجاد الحلول المناسبة نعم أستاذ صباح نعم أستاذ صباح أستاذ قاسم الحوار الجهد انقطعت اليوم كل السبل للحوار فبالتالي اليوم أنا أتوجه للأمم المتحدة حتى تدخل كطرف وتحل هذه المشاكل يعني اليوم أنا متسبب بانقطاع كل هذه الوسائل اليوم الإطار التنسيق أعلن صراحة قال أنه أنا كأي حوار بعد خلص نعم ما عندي حوار ما عندي رسائل صح الإطار التنسيق الحقيقي أوقف كل تواصل مع التارساتري وألغى كل مبادراته بهذا الاتجاه لحل هذه الأزمة السياسية وكذلك طبعاً حتى في طرحها سيد منقطع صدر للمناظر الحقيقة بوجود الأمم المتحدة وهذا طبعاً يعني نطالب الحقيقة هذا شيء يعني يؤسف أن نطالب التدخل الأممي لحل مشكلة العراق يعني إذا تأزم الأمور أكثر وتخرج عن السيطرة أعتقد لا نخرج عن مسألة يعني أن نكون تحت بنت الأمم المتحدة وبالتالي نرجع للبنت الساعة نتصرف بوضع العراق بطريقة مغايرة بعدين الأمور نرجع للمربع الأول وتكون الوضعية مربكة جداً الحقيقة أنا سأضافة لكلام السيد العقالي طبعاً حتى السفيرة الأمريكية استنكرت يونام استنكرت بلاس خارت استنكرت قادة كوترسية استنكرت يعني الجميع غير راضي على هذه ما أكون الجميع مجمع أن التظاهرات شيء شرعي ولكن التظاهرات لها مطالب والمطالب لها من يحتضنها لحلها هناك أطر دستورية قانونية يتم حل هذه المشاكل أو الطروحات أو المطالب وتتم المفترض في طريق دستوري تحت قبة البرنامان البرنامان معطل سلطة قضايا محاصرة لأنها أعطت رأيها بصراحة هو هناك سؤال أستاذ قاسم الإصلاح بأي طريقة ممكن يصير حتى إذا أنا أدعي للإصلاح وأن أصحح الموقف العام بالبلد وألبي مطالب المتظاهرين خلوا نقول إذا أنا موقف السلطة التشريعية والسلطة القضائية اليوم حاصرتها فبالتالي شو رح يكون الإصلاح؟ بالضبط بالضبط هو يعني صلطتين مهمة جدا أن تصدر التشريعات زين وتصادق عليها أو تحترض أو ما شابه ذلك حتى تعزز من هذه الإصلاحات ومن الطروحات التي تخدم يعني الشعب العراقي أو نعتقد أنه هي في طريق الإصلاح على سبيل الثاني تتناقش الدستور مثلا لازم أكون لجنة كتابة دستور أو متابعة فقرات دستور اللي فيها احتراضات زين تريد تغير الانتخابات مبكرة لازم هناك اجتماع في البرلمان للتصويت على انتخابات مبكرة ويتم بثلث يطرح هذا المشروع بالتالي صادق عليه الأغلبية أو رئيس الوزراء يطرحه بمصادقة رئيس الجمهورية على سمثال بالنسبة للإعادة الانتخابات طيب كيف يعني أعمل انتخابات مبكرة بس أنا من الخارج أضغط بعيد تجاه أضغط على البرلمان نعم داع البرلمان يعقد وتطرح المسألة بالتالي صوتون على خلينا ننتقل لأستاذ صباح البرلمان والقضاء وهذا التعطيل كله وأني أطالب بنفس المطالب أن أحل البرلمان مرة ثانية وأسوي انتخابات بنفس القانون وبنفس الآلية هذا المطالب راح تغير شيء من الواقع راح تسوي الإصلاح المنشود راح تحقق مطالب الناس يعني الكل متفق على مستوى الكتل السياسية بأن هذا القانون الانتخابات كان قانونا غير ناجحا وفاشلا ولم يقدم شيء بل هو ولد أزمة بعد نتاج الانتخابات وبالتالي ممكن أن نعيد الأخطاء من جديد وهذا ما أصار عليه الإطار بأنه لابد إذا كان هناك اتفاق واستفاق متعلق باتفاق الكتل السياسي الذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذا يعني حل البرلمان لا بد أولا من طريقة الانتخابات تغيير المفوضية وحتى العاليات العدوى الفرز لا بد أن تكون بالطريق الفرز اليدوي لا أن تكرر بالهلكتروني وتكون عرضا للاختراق والتزوير وإذن هذا الأمر حقيقي هو يخضع الاتفاق الكتل السياسي نعم قد يكون المزاج العام للكتل السياسي هو لا يضب باتجاه حل البرلمان بل بقاء البرلمان هو يصع في تشكيل حكومة وبالتالي الآن هذا هو الإجمع بقية الأطراف أستاذ صباح الأطراف المتحالفة هنا أقصد مع التيار الصدري اليوم موقفها نفس الموقف الأطراف المتحالفة مع التيار الصدري بعد الانتخابات اليوم موقفها نفس الموقف أنه باتجاه حل البرلمان أبدا أبدا لا أبدا أبدا لا أبدا أبدا بعد اجتماع دعوة السيد الكاظمي وحضور الأخوة الكرد والسنة عندما كانوا سابقا متحالفين ضمن إثقان قاضي وطن الآن تغيرت وجهة نظرهم الآن لا يدعون إلى انتخابات مبكرة وكذلك يفيدون بل يدعون إلى تشكيل الحكومة أما قضية الانتفاق بحل البرلمان أعتقد هي إذن بأنه الجهة الوحيدة أو الكتلة الوحيدة التي تدعو إلى حل البرلمان هو التيار الصدري والآن هو لا يمتلك ثغلا برلمانيا بسبب استقالة نوابه إذن أعتقد المزاج الداخلي والخارجي هو يذهب بالبقاء هذا البرلمان وبالإسافة تشكيل الحكومة وأنها قضية الخروج على سلطة الدولة العراقية أو الضغط على الفرقات السياسية لا يوجد استجابة لكل هذه المواقف لا المواقف الدولية ولا المواقف الداخلية التي تدعو إلى الالتزام بالقانون والدستور والحفاظ على مكتسبات ما بعد عام 2003 بالتالي وين رايحين؟ يعني التيار الصدري وجمهور التيار الصدري وين رايح بعد هذه الخطوة؟ يعني أنا أعتقد بأنه لا بد أن يكون هناك تدخلاً أممياً وأعتقد يعني ممكن أن يكون هناك دوق للمجتمع الدولي لمجلس الأمن الدولي للتدخل وكذلك الأمن العام المنتائدين وبالتالي هذا الدعم الدولي ممكن أن يكون ويعضد ويقوي خيار الإطار ومن باقي الكتل السياسية التي تدعو إلى بقاء البرلمان وكذلك تدعو إلى الإسراء في تشكيل الحكومة وبالتالي أعتقد الآن يعني خيار الذهاب إلى حل البرلمان أصبح خياراً ضعيفاً ولعله الإجماع يذهب باتجاه بقاء البرلمان وتشكيل الحكومة أستاذ صباح العقالية الباحث في شأن السياسي أنا أشكرك لمشاركتك وأنا من ساحات الاعتصام شكراً جزيلاً لوقتك أستاذ قاسم الموقف لطرف واحد أو جهة سياسية واحدة موقف التيار الصدري ومحاولة تعميم الموقف على باقي الأطراف والمكونات هذا الموقف يعني ما وصل إلى نتيجة سابقاً التيار الصدري لما كان متواجد بالبرلمان ما قدر يوصل إلى حل رغم مشاركة الكرد والسنة وهيها بالبرلمان اليوم التيار الصدري طرف واحد وخارج البرلمان قادر اليوم أنه نفس الأسلوب وبنفس الإرادة يمرر متبنياته وأراءه؟ أكيد لا طبعاً يعني سوى البرلمان حقيقاً ممثل الشرعي أسأل الشعب العراقي غض النظر عن نتاج مرضية أو غير مرضية باعتبار كل الكتل السياسية لها جمهور انتخبها وبالتالي موجود من يمثلهم داخل قبة البرلمان والمفترض من التيار الصدري للأسف هو خرج يعني بسبب عدم قابليته أو لتشكيل الحكومة باعتباره هناك ثلث معطل أو ضامن فمن خارج يعني من خارج يضغط ممكن يضغط أو هناك بعض الطلبات لكنها لا يمكن أن تتحققها الأصلاح المنشود لا يمكن أن يكون من الخارج وحتى تغيير الانتخابات ما هو الفائدة ما هو الأصلاح من عادة الانتخابات على زي المثال يعني إحنا من 2020 حكومة تصريف أعمال وانتخابات وراء الانتخابات 8 شهر من شكل الحكومة ورح نبدأ بانتخابات مبكرة ونصرف أموال وراء نتشكيل الحكومة من 8 شهر شمال التعطيل هذا؟ بالضبط هذه نقطة مهمة هذا الوضع الذي نحن عايشين به من 2020 حكومة تسير أعمال يومية صلتين عندنا معطلة هذا مصالح منه ويرضي منه هذا وراح على هذا الأساس حتى الحكومة القادمة همين تصريف أعمال ما معقول حكومة عراقية تبقى 5 سنوات 4 سنوات هي كلها تصريف أعمال هذا الوضع يربك الوضع بصورة عاملة كحكومة عراقية كموقع كدولة عراق بين الدول في ظل تحديات تقليمية وتحديات داخلية اليوم تحديات دولية موجودة الوضع الداخل مفروض يكون منسجي من الخطاب الوطني مفروض يكون واحد من لسبة الكتلة السياسية أعتقد استشف من خلال تنصل عن مسؤولية توجه متظاهرين تجاه مجلس قضاء العلاق كان غلطة المفترض ما يروحون وأعتقد هناك ستكون هناك نتائج بانسحاب أو تصريحات معينة إذا ما بقى نفس الوضع لما صار الدخول للمتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب استمروا إلى اليوم إذا صار نفس الوضع وهي مجلس القضاء ورح يبقى المتظاهرين بالبعض ما راح وتبقى خيام موجودة ما راح ما أعتقد لأن صار احتراض كبير جدا من الأمم المتحدة من دول العالم تجاه هذا السلوك هذا باعتبار هذا السلوك لا يمثل المظاهرات السلمية بشيء تجاوز على سلطة القضايا تجاوز على هيئات ومؤسسات الدولة وبالتالي يعني الطريق محفوظ بالمخاطر وأعتقد أن غريب ربما ستصدر تغريدة تؤكد عن سحابة تيار الصدري وترك الأمور لعامة الشعب العراقي باعتباره غير مسؤول ممكن تغريدة وزير القائد كانت مبوبة أو ممهدة لهذه التغريدة لما أعلن أن هذه التظاهرات عفوية سيد الصدر انسحب من يومين من التوجيهات بالضبط هو هذا الذي أؤكد عليه ما زال قبل يوم انسحب سيد مختلف الصدر هو حتى يعني ما يحمل مسؤول التيار الصدري المسؤولية في التوجيه إلى القضاء وهذا يعتبر تظاهرات عفوية هو ليس مسؤول علىها وبدليل سينهي عمل اللجنة التي تقوم بتنظيم المتظاهرات أعتقد يعني غلطة الشاطر بألف الأطراف الموجودة بالإطار التنسيقي يعني كل الفترة اللي مضت رادت تحفظ وجود التيار الصدري داخل تشكيل الحكومة ويكون رأي مثل ما كان الرأي ومشاركة بحكومات ما بعد عام 2003 إلى الحكومة الحالية اليوم قال لك أنا بعد خلص ما عندي أي حوار وياك بالتالي باقي المكونات الكرد السنة شنو رح يكون الموقف رح يتجوه باتجاه المشاركة وابتخاذ القرارات عم أنه ابتعاد عن الجانب السياسي طبعا رغم التوتر الموجود يعني تيار الصدر والإطار التنسيق بس هما بالعموم هما ضمن المكون الواحد يعني وبالتالي أخوة صحيح توترات سياسية بس بالمجمل نحن لا نحبذ عن تصادم النوع آخر وبالتالي لا بد أن تحل هذه المشكلة والإطار التنسيق يعني مصر كان حتى من آنطا سيد مقصد الصدر مهنة الشهر للإطار التنسيق تشيل الحكومة قال لا نشكل الحكومة إلا معنا التيار الصدري وهو مصر على أن يكون التيار الصدري جزء من تشكيل الحكومة الحقيقة وحتى هذه الفترة مثل ما ذكرت حضرتك هو مشارك بالحكومة وعلى هذا الأساس يسعى حتى بعد هذا التوتر للتواصل مع التيار الصدري في محاولة تشكيل الحكومة ودخول التيار الصدري أيضا في هذه الحكومة بمنح بعض الوزارات حتى تسير الأمور باتجاه بدون منغصات وبدون مشاكل وبالتالي حتى تنطرح ضمن ما يريد التيار الصدري عبر سيد مقتدر الصدر من إصلاحات من توجهات من تشكيل لجان ننظر في بنود الدستور في مسألة المفوضية في مسألة قانون الانتخابات أو في مسألة عادة الانتخابات وما إلا ذلك ولكن كلها بالمجمل يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية نعم بهذا الوضع شو رح تكون ضمن الأطر الدستورية إذا آني كل الإجراءات وكل السبول للأطر الدستورية ضربتها عرض الحال يعني اليوم بعض المختصين القانونين وصفوا أنه الوصول لمبنى القضاء الأعلى هو مو فقط تجاوز على الدولة اليوم تجاوز على الدولة وتجاوز على المواطنين القضاء هو الكاف الحقوق المواطنين فبالتالي هذا التعقيد والتأزيم شون رح يحل المشهد نعم أعتقد من وجهة نظري المشهد المضاعرات صارت في كفة وجميع الكتل السياسي صارت في كفة أخرى باحتبار كل المحاولات التي أرادت أن تحتوي التيار الصدري وجلبه إلى المفاوضات والتفاهم والتفاوض مع وجود المبادرات والاتصالات والزيارات لن تجدي نفعن إذن أعتقد أمام الكتل السياسي مجتمعاتها وهذا واضح من تصريحاتها أن تتخذ موقف واضح وصريح والحكومة أيضا أن تتخذ موقف واضح وصريح لحماية مؤسساتها أعتقد الأيام القادمة حبلة بالمفاوضات وأعتقد الكتل السياسية تتجه إلى موقف موحد تجاه هذه الأحداث وهو نقد هذه التظاهرات الكتل السياسية تتجه بمعزل ممكن على التيار الصدري يكون موقفها؟ طبعا أعتقد بدليل إجتمعات الحقيقة رغم أن لن تكون هناك مخرجات واضح ولكن يعتبر حوار وطني تحت فضاء وطني الوصول إلى نتاج إذا كان شخص أو تيار خارج عن منظومة السياسية ويريد شيئ ما وهناك دعو من هذه الكتل السياسية باعتبارها في مصدر القرار وفاتحة ذراعيها وإضافة إلى المبادرات السابقة مفترض أن يكون هناك تجاوب بالتالي ماذا تريد؟ نحن نحاضر للنقاش وبالتالي نتفق لا يمكن لأي جهة من مكون سني أو شيء كردي أن يفرض إرادته تجاه باحتبار الشعب شعب العملية السياسية مكونات سياسية معبرة عن يعني هذه السياسة ما وصلتنا سالقاسم لأي شيء من حل يعني سياسة فرض الإرادات سياسة أنه لوان اللي أشكل لوان اللي أمضي بتسير أمور الحكومة والدولة العراقية لو لا ما وصلتنا إلى حل فبالتالي شون ممكن أنه شخص ثابت على هذا الموقف رح يحللنا هذا المشهد يعني ماكو مشكلة مع الحل حقيقة يعني أطراف النزاع أو طرف النزاع مع أطراف النزاع الآخرين لابد أن يزلسون على طاولة ومستديرة حتى يناخشون يعني ما هو شيء مستحيل يعني في النظر إلى مطالب المتظاهرين أو طروحات السيب مقتدى الصدر في الإصلاح الإصلاح فما هو المقصود بالإصلاح كلمة في الفاضة هي ضد كلمة الإصلاح ضد الفساد ولكن إصلاح منظومة سياسية إصلاح قانون الانتخابات إصلاح الدستور إصلاح أي شيء مقصود هذا لن يتم بالضغط بهذا نعم من نتائج الضغط ممكن يولد هذه النتائج ولكن يجب أن يكونوا كاتفاق وإجماع من قبل الكتل السياسية الممثلة للمنظومة السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان تعتقد هذه اللجان التي توجه التظاهرات وتسيطر على حركة التظاهرات وتحدد مساراتها تجهل الأمر تجهل أنه السلطة القضائية أو المحكمة الاتحادية مو صلاحياتها إصدار أمر بحل البرلمان طبعا يعني الحقيقة لا تذكر حضرتك قبل يعني عشر تيام هو نوى في تغريدة على مهل أسبوع القضاء أن يصدر قرار بحل البرلمان والقضاء أعلن أعلن قبل مصلاحي أعلن قبل مصلاحي أعلن قبل مصلاحي أعلن قبل مصلاحي أحل المنازعات أكو دستور حكومة العملية السياسية إشكاليات أعلن بوضوح أنه غير مسؤول أن نحل البرلمان إذن صار تصعيد بهذا الاتجاه الحقيقة طروحات طرح بعد طرح لمحاولة الإلاج إلى يعني حل أو استجابة لهذه التغريدات أو طلبات أو يعني ما ريد المتظاهرين من تير الصدري لم تلقي أذانا صاغية لا من ناحية حل البرلمان من قبل السلطة القضائية ولا من قبل المناظرة ولا من قبل محاولة يعني انتخابات مبكرة الجميع الحقيقة لا يستطيع فرد أو شخص أو مجموعة خارج أو داخل داخل منظومة سياسية أو خارج منظومة سياسية أن يتصرف ما لم يكن هناك إجماع من كافة المكونات للتغيير للطرح للإضافة للحدث للاتفاق ما ممكن مستحيل يعني هذا يعني ضياع للوقت الحقيقة مفترض تشكل الحكومة حتى لو كانت حكومة مؤقتة تعدل انتخابات نحتاجها لموازنة هناك مشاريح هناك بناتحتية هناك توظيف هناك من الخاسر الأكبر بهذا التعقيق نعم الحقيقة مفترض منظومة سياسية تكون أكثر مسؤولية وجميع الأطراف المشاركة في العمل السياسي تحملون جميعا بدون استثناء يتحمل الوضع العام بالبلد أنه بعد يصير تأخير بعد نحتاج أشهر يلا حتى نطلع بحكومة نطلع بنائب أول لرئيس برلمان نطلع برئيس حكومة حقيقية نتفكر بمصالح البلد ليس بصالح الشعب العراقي أنت تأخر تشكيل الحكومة بهذا السبب الحقيقة مفترضا يتم التسريع بتشكيل الحكومة أمامها مهام كبيرة وطويلة وأمامها برنامج حكومي وحسب ما طرح الأطار التنسيقي حكومة خدمات الشعب العراقي يعني جزع ومل وتعب وشبع من الوعود العفو والوعود والحكومات السابقة لم تقدم أي شيء مفترض أن تكون هذه الحكومة القادمة ترعى مصالح الشعب حاجات الشعب وضائف الشعب هنا التحتية الاستثمار التنمية إقرار موازنة كثير من الأمور معطلة حتى الوضع الحقيقي بالشارع يائس ومتحذر ويترقب الأحداث الحقيقة الجلوس والتفاهم الطريقة الوحيدة الوصول إلى نتائج ترطي جميع الأطراف وبالتالي تنعكس إيجابي على المجتمع العراق وعلى الشعب العراقي كل الأطراف تقريبا أستاذ قاسم اللي موجودة بالمشهد السياسي ما رفض المشاركة بالحكومة ما رفض البرامج المطروحة حاليا حتى من الإطار التنسيقي ما رفضت مرشح الإطار التنسيقي السيد محمد الشعاع السوداني إلا الكتلة الصدرية حتى مواقف الكرد والسنة ما كان ذاك الموقف المهارض بعد ما انسحبت تيار الصدري بقى الإطار التنسيق هو الكتلة الأكبر وعليه انرشح وطبعا بدت شرارة التظاهرات أول ما الإطار التنسيق بترشيح رئيس الوزراء السيد السودان الحقيقة تيار الصدري لا يقبل ويرفض تشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي لسببين السبب الأول طبعا فيما لو تشكلت الحكومة وقدمت هذه الحكومة باعتبارها خدمية الحقيقة ستنار رضى الناس وبالتالي في الانتخابات القادمة الكتلة الأكبر دستوريا الكتلة الأكبر متكلف صحيح بس وذا تنجح الحكومة ومن المحتمل أن تنجح ليقدم ما زال هي حكومة خدمات المستقبل في الانتخابات القادمة ستحوز على رضى الناس وبالتالي الانتخابات ستنجح النقطة الثانية أعتقد هو مصر على بقاء حكومة الكاظمي لسبب تخوفة من تشكيل حكومة القرية للإطار التنسيقي ستكون هناك تغييرات في المناصب والمواقع للتيار الصدري التي يستحول عليها التيار الصدري محافظين أمين بلسل الوزراء وما إلى ذلك حتى إذا نقطة مشتركة على سيمتال ووصلوا إلى حلول لن يقبل المرشح للإطار التنسيق ربما يقبل بالشخصية مستقلة للتشكيل الحكومة وأيضا ربما يرضي لو منحوا كمزارة في تشكيل حكومة القرية ما حدد التيار الصدري حتى لما كان مشارك بالبرلمان إلى حضور بالبرلمان ما حدد شخصية النقطة الوحيدة للتيار الصدري من خلال هذه المدة التي اشتركوا بها بالبرلمان هو المساهمة بتشريع قانون الأمن الغذائي هذا القانون الذي لحد الآن لمسنا شيء بعد حقيقة شوبة كثير من الملاحظات وحتى مقدم أحد النواب طائن في المحكمة الاتحادي هو الحقيقة العقدة التي بدأت بعد الانتخابات من كانت تصال بين إطار التنسيق والتيار الصدري هو يعني قال لولا خلن نعلن إحنا كمكون نعلن كتل الأكبر وبالتالي تشكل حكومة مراحتك ما للمشكلة؟ أستاذ قاسم اليوم شونا اللي نحتاجه؟ نحتاجه أولا لغة الحدوء والحكمة والتعقل وبالتالي عدم يعني زج القضاء في مسألة خلافة السياسية والتوجه لحوارات منطقية وعقلانية والابتعاد عن لغة التهديد والإعلام المضاد بالتأكيد المشهد لا يحتاج أي تصيد كل الأطراف هذا مطلوب منطقية وحتى الشخصيات التي تظهر بالإعلام مطلوب لغة التهديئة والتوجه للحوار الأستاذ قاسم الغراوي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك كذلك نتوجه بشكر الأستاذ صباح العقالي المحلل السياسي اللي ينضمنها من ساحات الاعتصام الشكر موصول لكم كذلك مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة شكرا جزيلا لكم إلى اللقاء شكرا